اطلقت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب نظام المرشد الالكتروني لتقديم الخدمات والطلبات بشكل آلية وذلك على أجهزة الهاتف المحمول التي تعمل بنظامي أبل وأندرويد وأعلنت الهيئة عن إطلاق أن إطلاق النظام تم خلال فعاليات معرض دبي للإنجازات الحكومية الذي أقيم مؤخرا مشيرة إلى أن المرشد الالكتروني تم تطويره بوسيطة مركز المعلومات والحاسب الآلي بالتعاون مع عمادة القبول والتسجيل ومكتب الإرشاد الأكاديمي بالهيئة ومن خلاله يتم التعرف على أغلب ما يتعلق بالإرشاد ولوائح التسجيل وتعريف الطالب بحالته الدراسية وتوجيهه للطريق الأمثل خلال مسيرته الأكاديمية